عزيز المميز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي واللي معانا من أستاذ مختار التيتش يا شريف مساء الخير عليك مساء الخير عليك يا زميلي أمير تحيتي لك وتحيتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يمكن أنا خارج أستاذ التيتش اللي أني طبعا النهاردة التمرين مغلق أنت عارف عودنا مستر بيتسو بسماني قبل المراني الأخير آه جوه النادي الأهلي بالجزيرة وخلفي طبعا مدرج التاريخي مدرج التيتش وطبعا الباصي الأهلي اللي هيستقله طبعا بعد قليل للمغادرة إلى مدينة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية بإذن الله للمبلاقات فريق البنك الأهلي اللي هيكون بكرة بإذن الله على استاذ المكس يا رب بإذن الله بكرة يكون يوم جميل للنادي الأهلي ونفوز بسلاس نقاط جدات طيب شريف عايز أعرف منك أهم وأبرز ملامح المراني النهاردة قبل مباراة الغد طبعا عشان المران مغلق كان لنا حوالي ربع ساعة بس في بداية المران لكل الإعلام الإعلام الخاص بالنادي الأهلي إذا كان القناة أو المركز الإعلامي وقدرنا على طول المراني كان استمرت شوية النهاردة أو قبل بداية المران كان في محاضرة فنية استمرت حوالي 40 دقيقة مع اللعبين محاضرة فيديو اتفرج فيها المستر بيتسو موسماني كل اللعبين على نقاط القوة والضعف الفريق البنك الأهلي وحذر من خطورة فريق البنك الأهلي خصوصا معهم كمان مدير فن كبير هو الكابتن محمد يوسف من أمناء النادي الأهلي يمكن اللاعبين يمكن مستر بيتسو حذر فعلا من خطورة البنك ووراهم أقصر من فيديو للفريق فريق فعلا يمتاز بالخطورة وبالعجبات المرتدة السريعة على فريق البنك الأهلي بعد المحاضرة يمكن المران بدأ فيه الرابيع عصرا بدأ بمراني خفيف وبدأ يعمل تاكتيك على الجول وقبل التاكتيك عمل تخص على الجول عشان إهدار الفرص مسلسل إهدار الفرص كتير جدا لكل مهاجم النادي الأهلي النهاردة أخذ قصة الملعب والمهاجمين وعمل تخص على الجول عشان خطر يقدر يفنشه من نص هجم من أنه طالب بكرة اللاعبين أي فرصة يجي تحاول تخلصها أو تحاول تحرزها هدف وبعد كده نهاردة أو دلاتي شغال دلاتي على التاكتيك الخاص التشكيل اللاعبي مباراة الغد بعد انتهاء المران طبعا على طولها هيتجه إلى مدينة الإسكندرية كان لا يلقاء مع الدكتور أحمد وعابلة عن إصابات الفريق زي ما حردك قلت طبعا زميلي أمير فعلا أجاية هيكون موجود في المران اللي هيكون بعد مباراة البنك بكرة حسب بقى الرؤية الفنية للجهاز الفني لو بعد بكرة في مران هيشارك أجاية لو ادى أجازها بعد بكرة هيكون بإذن الله في تمرينة يوم السلساء هننتظر رأي طبعا موسيمانيا هنشوف في تمرين يوم الاثنين ولا لا بس عموما أجاية أصبح جاهز لمشاركة مع باقي زمولاء طبعا استعدادا لي كأس العالم سألتوا أيضا على الملف الطبي الخاص بكل لعب اللي إرساله للاتحاد الدولي قال الملف خلاص جاهزه خلال ساعات هيكون يتم إرساله إلى الاتحاد الدولي تحاد الدولي بلزم كل اللاعبين طبعا أو كل الأندية المشاركة في كاس العالم بإرسال ملف طبي لكل اللاعبين على الجانب الآخر بي سي آر ممكن تحاد الكورة طبعا زي ما قلت برضو زميلي أمير تحاد الكورة منع الرابط تست وأقر خلاص البي سي آر لكل فرق الدولي الممتاز والممتاز بالنادي الأهلي الحمد لله الحمد لله مع إجراءات المشددة اللي بيتطبقها مدير الكورة والجهاز الإداري طبعا الكابتن سيد عبد الحفيز من يعني حاول المحافظة على اللاعبين ما حدش تصور كتير مع اللاعبين لو فيه تصوير يبقى لا فيه كمامة يعني ممكن الإجراءات والتنبيهات على طول باستمرار مع اللاعب النادي الأهلي الحمد لله المسحة طلعت سلبية فالكل جاهز في قائمة بكرة يبقى بقى مستر موسماني عنده في بقالة أرض تيتش جاهزية كتيرة جدا الكل موجود في المران مروان موجود كل موجود في السولية كل موجود محمد هاني الكل موجود في المران يمكن العائدين يعني من الإصابات الكل موجود في المران ويبقى بقى الحيرة هيختار 22-23 لعب عشان يسفروا إلى إسكندرية فيا ربنا يكرم بإذن الله بكرة يكون الفوز من وصيب النادي الأهلي بإذن الله شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي واللي كان معنا ومقر النادي بالأهلي